والجمعية الخيرية أنا قلت رقم المليون يعني مفهوظ من الدكتور الحبيبي وصديقي أنه ما يتحمس في الرد على كذا هو مجهة يعني أنه على عاتق هو هي جهة خيرية يعني مشكور على الخمسة عشر آلف لكن مع الأسف أنه فيه تدقيق ممل بل والله 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 أعرف من الشباب من يربي لحية على أساس ياخذ ورقة من مسجد ولا من جمعية ولا من غيره والأمر الآخر وما هو أصعى من ذلك وأدها وأمر عندما يقول الدكتور قبل قليل بأن تعالوا بكرة وشوفوا الزواج الجماعي يا سيدي نحن في المملكة العربية السعودية لدينا خصوصية أبناء قبائل أبناء حمائل أبناء مجالس أبناء أعراف أبناء ناس لا تقول لي تعالى تزوجي علي المالكي مع مئة شخص ما يصلح ما يصلح ولا أقبلها لا أنا والله أنا شخصيا الزواج الجماعي لا أعتقد أنه مبزين نبت فيه إهانة مرة فيهانة مئة بالمئة هذا أرد من زواج المسيار والله فيه إهانة عند بعض الأسر وقد يعير وقد تعيرها الحرمة تقول له ما فيك خير يا رجال راح ما طالع عليك الحفلة ولا مئة ريال نحن نسنا ضد التكافل الاجتماعي لا بس ما هو بكذا التكافل ما هو بكذا لكن خربيت صحيح أنا معاك أنه هذا زواج الجماعي ذا حتى ما في حس إنساني أنا بفرح بالحال مهم معقول يزوجون مئتين واحد مع بعض وش هو أصلا ما تدري وين العريس يوم من اللي تبارك له كلهم لابسين بشت واحد والله العظيم تقول نك ماسك خط الجنوب شمس نضاربه في وجهك ما تشوفه شوفت شون إيش رأيك أنت يا دكتور